بسم الله السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في الفيديو الرابع في السلسلة اللي احنا عملانها عشان نتعرف فيها على موضوع الكنتينرز والدوكر تحديدا النهاردة ان شاء الله هنتكلم على عملية الانستيليشن والابديت للدوكر سواء على الوبونتو او على السنتوس احنا كنا حضرنا 2 virtual machines واحدة سنتوس و واحدة ابونتو سيرفر النهاردة هنشوف بقى زي ننزل الدوكر عليهم وزي نعمل له update معاكم مهندس محمد رزم نبدأ كده بسم الله ادي الوبونتو سيرفر بتاعنا طبعا انت هتحتاج ان انت تعمل انترنت شيرينج عشان تقدر تلاقي انت هتحتاج انترنت على جوه الوبونتو سيرفر وجوه السنتوس سيرفر ممكن تعمل لها شيرينج بقى من الناتورك عندك وتضيف كارت بالناتنج سواء في السنتوس او في الوبونتو بحيث ان انت تقدر ان انت ايه ان انت تلاقي انترنت اني انا بحط هنا كارت ناتورك ااااااااا بياخد وعندخل هو الانترنت م Twee من الانترنت الموجودة في الوست نفسه هنبدأ كده ادخل باليوزرنين بتاعنا اللي احنا كنا استخدمين ده المرة اللي فاتت والباسورد بتاعنا. طبعا الناس كلها عارفة ان انت لما بتدخل على الوبونتو دايما بيدخلك اه فانت عشان طبعا احنا في الكورس وفي اللاب وكده اه مش شغلين في بروداكشن يعني دايما حن بدل ما نقعد نكتب قدام كله كماند سودو مسودو كده هنسويتش على طول للايه للروت يوزر بالكوماند ده هوت اه وندخل الباسورد بتاعتنا بتاعت الروت كده انا بقيت ايه بقيت روت زي ما انتو شايفين سوري انا طلعت تاني ادي كده انا واقف على الروت على الاوبونتو تمام اه طيب انا يعني ان شاء الله مش هحاول ان احنا نتعامل بكوماند يعني ده مش كورسي لينوكس مبدئيا احنا عايزين نعرف الدوكر فحنشتغل ان شاء الله بعبسط الكوماند اللي موجودة بحيس ان احنا نقدر نركز على الموضوع بتاعنا ما نتشتتش في حاجات تانية انا عملتش حاجة كل انا عملته الكماند الوحيد اللي استخدمت دلوقتي سودو اه سويتش يوزر ده هوت عشان اخش بس على الروت ده كتبته وانا على اليوزر وانا على البرومبت اه اللي هو كان اليوزر نيم العادي اللي هو محمد عشان ابقى شغال على الروت مايقعدش يقول لي ليك بليفرج واناكش بليفرج والكلام ده هوت هنشوف مع بعض دلوقتي طبعا احنا يعني بننوه برضو لموضوع مهم الدوكر ما بيشتغلش الا على الاربعة وستين بيت اا اوبريتنج سيستم يعني مش هينفع يشتغل على اتنين وثلاثين بيت اوبريتنج سيستم عموما اا اي او اس لازم يبقى اربعة وستين بيت عشان كده احنا طبعا الوبونتو اللي احنا شغالين بيها دهيت والسيرفر ده والسانتوس الاتنين اربعة وستين بيت وتقريبا الاتنين وثلاثين بيت اصلا يعني هيختفي يعني مش هيبقى موجود فا اا اا او هيبقى ولاي اا احنا اا عارفين ان الدوكر ده سيرفز طيب انا ممكن الاول ابدأ اقول مسلا ايه اا كومند سيرفز اقول له هل اصلا طيب لو انا اديت الكومند ده كده سيرفز دوكر ستيتس طبعا لو السيرفز كانت نزلة حيكانها طبعا هيقول لي السيتس فاتها ايه طبعا ده كده معناه ان هي اصلا مش معمول لها انستور طب هنعمل لها انستور ازاي اول كومند هتعمله حضرتك عشان تبدأ الموضوع هو موضوع الاب تجيت اوبديت هتبدأ بالكومند هوت اول اصلا مش معموت في يétaisده اواضعت كده احنا خلصنا الايه موضوع الكمون بتاع الابديت بتاع الابدجت ابديت على السيرفر بتاع الوبونتو بتاعنا. دلوقتي بقى عايزين ننزل الباكيج بتاع الدكتر. طيب ايه الكمون اللي هنستخدمه عشان نعمل كده. بعد الابدجت ابديت. هننكسيكيوت الكمون ده عشان ننزل الدكتر. خبالك هنا لازم تستخدم دكتر دوت اي او. او زي ما هنشوف على البيب سايت بتاعهم قدام في الابديت دوكر انجين عشان هما عندهم باكيج قديمة اسمها دوكر اصلا لأوبونتو فانت بتستخدم دوكر دوت اي او دا عشان تقلو ان انت عايز تقنستول الايه الدوكر اللي احنا ايه شغالين بيه هتدي انتر هاي ايه هينزل لك الدوكر و هينزلو هيشغلو مرة واحد خد بالك ان اللي نازلت دي هي عبارة عن اللي اتنين مع بعض يعني هو انت عملت للدوكر هو عمل لها وشغل والسيرفز دي هتفضل شغالها حتى لو انت عملت خلاص كل ده حصل يعني اعتبر مرة واحدة ويه كمان بقى عندك اللي اتنين طب عايزين نشوف بقى ايه نبدأ نران شوية كمانتس كده ريليتد للدوكر ونشوف كده الاستجابة ايه عايز اشوف مسلا بتاعت الكلاينت اللي عندي هقول له مسلا ايه هقول له مسلا داكر اا ماينس في ادي ال ادي البرجن اهي بتاعت الكلاينت طيب عايزين تفاصيل اكتر ممكن نستخدم اا عايز اشوف البرجن بتاعت السيرفر وبتاعت الكلاينت هقول له داكر برجن ادي الكلينت فيرجن وادي السيرفر برجن الاثنين وان بوينت سيكس بوينتو زي ما انتو شايفين وهتلاحز كمان ايه انه هو اديك الفرجن بتاعت الجو لانجوج سيرفر احنا قلنا الداكر اصلا مكتوب بالجو لانجوج اديك كمان الايه البرجن بتاعت الايه بتاعت الجو اللي شغالة سواء على الكلاينت او على السيرفر طيب اا اا ايه تاني تعالى نجرب كده داكر انفو انا عايز اا عشان ادنيه ما تبقاش بالنسبة لكم تبقى واضحة اكتر ادي الداكر انفو كمان دا هنستخدمه كتير جدا اا بنقدر نعرف منه عندنا كم كنتينر عندنا كم ايميج ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ادي الكنتينر يعني الناتف دهيت معناها ان هو شغال بالليب كنتيرر مش بالالكسي والميموري وكذا قلنا زي الهوست اللي انت شغال عليه هنشوف دلوقتي كده احنا خلصنا على الوبونتو هنروح بقى على السينتوس وهنعمل نفس الخطوات ونقيه ونشوف الفرق ما بين الاتنين انا قبل ما هسيب السيرفر بتاع الوبونتو او نروح للسينتوس ونشوف الانستيليشن بتاع الدكرة عليه عايزين برضو والمرة نعمل اوب ديت للايه للدكر ده هوت احنا البرجن اللي موجودة عندنا اه قلنا ايه قلنا كان اه ثانية واحدة احنا قلنا التو كومنز دول اللي هو دكر في ودكر فيرجن دول اللي بيجولنا البرجن سواء الدكر في طبعا بيجيب لك البرجن بتاعت الكلاينت ويه الدكر فيرجن بيجيب لك الاتنين السيرفر والكلاينت بتوعك طيب احنا لو محتاجين نعمل اوب ديت طبعا لو احنا في برودكشن لازم الاول نايه نباكب الكنتينرز والامجز اللي عندنا موجودة طبعا احنا دلوقتي ما عندناش اي حاجة اللي لما عملنا الكومن بتاع الدكر انفو اللي هو بيقولك كام كونتينر عندك كام امج عندك دول التالت كومنز لحد دلوقتي اللي احنا شفناهم مفيش الكنتينر زيرو والامجز زيرو يبقى ما عندش حاجة عمل لها باكة باصلا احنا في لاب طبعا لكن لو انت في برودكشن لازم تعمل باكة بالاول قبل ما تعمل اي حاجة من اللي جايدة هنشوف بقى الابديت نبدأ ان ايه نبدأ ده طبعا الوفيشل ويب سايت بتاع الدكر وهنا السكشن الخاص بالابونتو هتلاقي هنا حضرتك طبعا بيكلمك على بيري جواسدس وهنا انت لازم الكرن اللي عندك تبقى على الافرزن او ابديتت عشان الفيتشرز بتاع الناي سبيسيس والحاجات دي تكون موجودة ايه المينام وهي الليتست وكذا وكذا هنا ده الجزء اللي يهمنا اللي هو ايه اوديت الاب تي سورس هو حتى بيقولك لو انت نزلت نزلت الداكر من غير ما تعمل update الversion اللي هي دلوقتي اللي مفروض تبقى موجودة 1.7 تقريبا 1.1 فبيقولك ايه لا اعمل update الاول فاحنا هنمشي على ال steps اللي هم قيلينها هنا هوت ونشوف هنوصل لversion كام نقدر نشتغل بيها يعني هنمشي على ال comments ده هي طبعا الناس كلها ممكن ترجع لي ال reference ده هوت وتشوف ال comments ده هيت عشان في comments منها هتبقى يعني ايه طويلة شوية هتبقى مثلا صعب ان انت تحفظها انا حاول من انا اجمع ال comments ده هيت واحطها في بلوج مسلا او نعمل لها او نحطها تحت الفيديوز مسلا بحس ان الناس تقدر ايه تقدر تشتغل بيها وتشوفها بس انا بوريكم المصدر الرئيسي للمعلومة وانت اممكن تدور يا ربا اممكن تعمل الموضوع ده بطرق احسن الناس اللي عندها experience اكتر في اللينوكس طرف تتعامل احسن طبعا مني كمان لكن انا بديك لايه الحاجة مصدرها برضو فين انا كده هنقيه نبدأ كده هنبدأ هدي اول كومند ابدجت اوبديت تاني هنعمل له ران بعد من نزلنا لدكر تمام كده هناخد الكمند بتاع الابت جات تاني انستول ابت هو عايز يتأكد ان انت تقدر تشتغل بالهتش تي بي اس سيرتافيكتز هنران الكمند بس بعد كده عايزين نقادل ايه الكي مينس مينس كي سيرفر هنران الكمند ب.sks dash key serve انا عشان عاود اكتب الكمانز بالشكل ده والكمانز اصلا يعني بسم الله مشاء الله يعني مش صغير طبعا الطريقة دي بش هتبقى عملية خاصة ان انت هيبقى عندك كذا كومانز بالشكل ده لا الناس هتعرف تتابع ولا احنا هنعرف نكمل بالشكل ده احنا لو تفتكروا قلنا هنزل ال ssh ليه؟ عشان نقدر نكنكتب عليه بحاجة زي البوتي مسلا لو احنا عملنا كنكتب البوتي هنقدر نايه؟ هنقدر نكوبي وبيست الكمانز ده هيت ونحطها على طول في الشالة عندنا ونقدر نكملها execute طبعا ده هيبقى اسهل كتير طيب تعالوا نشوف كده ممكن نعمل الكلام ده ازاي؟ يعني انا طبعا مش هكمل بالشكل ده لان الشكل ده مش هيبقى لا هو واضح ولا هو عملي بالنسبة للناس فيعني هنشوف كده لو احنا اشتغلنا بقى بالبوتي هنكنكتب البوتي ادي البوتي ها اعدل بس الفونت ده عشان الفونت ده هيبقى صغير قوي كده بقت الدنيا اوضح شوية طيب ندخل كده على السيربر بتاعنا يوزر نيمو البوسر بتاعنا العاديين وطبعا نسويتش للروت مود تمام كده طيب كده بقى هنكمل مكان موقفنا دلوقتي هنشتغل الكماندز كوبي وبيست ادي الكماندز ده الكماند اللي احنا كنا نفزناه من شوية لأ خلاص ده احنا ايه ده احنا نفزناه احنا عايزين الكماند اللي بعديه اللي احنا كنا بنكتابه اللي هو من ادبي كي كماند اصلا طويل زي ما حضرتكم شايفين كده هنأكسيكيوت الكماند ده بعد كده بعد كده بعد كده هو طلب ان انا اتأكد من وجود فايل معين في الباث ده هوت الفايل المفودي بقى اسمه docker.list الفايل طبعا زي ما انتو شايفين مش موجود هو طلب منك لو ما كانش موجود ان انت تعمله create فاحنا هنعمله create طبعا انا هشتغل بال vi الناس اللي ما عايزة تشتغل بحاجة تانية كل واحد طبعا براحته ايه دي ال insert mode وهو حسب بقى ال version بتاعت الاوبونتو بتاعتك بيقولك ايه ايه اللي هتضيفه هنا في الفايل ده هوت و بعد كده هنعمله save كده الفايل بتاعنا بقى موجود صبعا ممكن نتأكد حتى من ال content ان هي عملية تمت مظبوط تمام ادي الا اه الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اه الفايل بتاعنا والحاجات اللي جواها مظبوطة بعد كده هنقدر ان احنا نقيه المطلوب منك ان انت ترن هذا تقوم بتجت اوبديد تاني بعد ما عملنا التعديلات دهيت هيبدأ ينفذ زي ما حضرتكو شايفين تمام بعد كده طلب مننا ان احنا نران القومن ده طبعا ده بيشيل الالكسي وابعدي عايز يتأكد ان هو هياخد من ال الريبرزاتري الجديدة هو بيقول لك ان انت تنزل اللينوكس اميج اكسترا عشان تصبرت هو واضح ان الكلام ده نازل عندنا بس احنا هنمشي على بتاعته بالضبط بش هنغير فيها حاجة ليقول لك راني الكومن ده انا مش بعدل اي حاجة في اللي هم حطينه كركومنديشنز هنعملها وده الكومند اللي هينزل لنا برضو هنعمل له كده خلاص بيقول لك بقى ايه انت جاهز بعد كده هننكسيكيوت الكومن ده هننكسيكيوت الكومن ده بعدها زي ما قلت لكم احنا مشينا على الترتيب بتاع الويب سايت الوفيشل بتاع الدوكر بالضبط بعد ده هننكسيكيوت الكومن ده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مطلوب اننا ان احنا لاعمل ريبوت طبعا بعد نعمل ريبوت طبعا اتقفلت اكيد طبعا رجعنا تاني دي الجهاز بتاعنا سيرفر هو ندخل تاني عليه سويتش للروت مود برضو تمام كده انا كل ده ما عمدناش الايه الابديت هاركي هنشوف داكر ماينس بي ديني اعمل ازاي نفس الفرجن طيب دلوقتي بقى مطلوب مننا ان احنا نعمل think i have to get update بعد ابت جيت اني ستول داكر انجن هنقول ليس كده بتاعنا انتهى داكر شايفين كان طبعا دا كده نزلنا اخر موجودة طبعا لو احنا عملنا تاني بتاع السيربس عشان نشوف انهي اللي احنا قصدي طبعا هو اكيد شغال بس احنا برضو هنتأكد اهو زي ما حضاتكم شايفين عايز تتأكد ان ان ال version دي اه او ال docker شغال معاك مظبوط هترن ال command دا docker run hello world دا لو الconfiguration عندك شغالة حييشتغل معاك طبعا دي image هو يعمل لها download ما لقهاش موجودة locally احو بيقولك ان المسج دي معناها ان ال installation appears to be correctly كده خلصنا ال update على ال ubuntu وقادي ال docker version اهو برضو شايف ال version بتاعت 1.10 1.10 لو اه عملنا run بتاع ال docker info خد بالك احنا بقا عندنا ايه في ال اللي هي ايه ال command اللي احنا عملناها بتاست اللي هو ال hello world دي container احنا نزلناه اه اه ايه تاني ايه تاني يعني كده اه ال اه اللي ب container زي ما قلنا وال storage driver او اف اس كده كل حاجة تمام وال version اللي عندنا updated طبعا ال docker اه عشان يشتغل اكيد محتاج روت بريفرج اشغلين بالروت اصلا من نساعت اكيد مش هيعرف يعمل sharing لل name spaces والحاجات ده هيت وهو limited user يعني طب والحل بقى في الموضوع ده ايه هالمنطقي مثلا لازم يبقى هو root طول الوقت ولا ايه الوضع يعني من ناحية security مش بس كده ال docker كمان ديمن بيلسن على socket موجود في ال var run اسمه docker sock تعالى نبص كده على الفايل ده تعالى كده نبص على socket ده ls-l slash run عشان يجيب لنا هنهن بندور على ايه على docker docker.sock اهو اللونو بينك ده هوت هتلاقي ايه ال owner root ويه الجروب بتاعته docker هتلاقي في الاول الاس ده دليل انه هو socket وطبعا اللون المميز للسوكت اللون ال pink ده هوت طيب يبقى ده معنى ايه يبقى انا كده اقدر استفيد من المعلومة دي ايه بقى ان انا بدل ما لازم ابقى root عشان اراني ال docker ممكن اضيف اي يوزر عادي مش root جوه الجروب بتاعت ال docker ده هيت يقدر يتعامل جوه ال docker كايه ويشتغل من غير اي مشاكل من غير ما يبقى هو root فعليا. طب هنعمل ده ازاي? انا بس عايز ازود هنا تدينا اا ماوس نقدر نشتغل بيها هيفدنا كتير في الكابي والبيست هننزل الباكيتش بتاعت اا 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 بيت in store minus y gm2 ده هيخلينا نقدر ان احنا اا يبقى فيه ماوس واحنا شغلين عشان حبي تشاور على حاجة او كده اا نقدر ان احنا اا اا نستغلهم وكمان في الكابي والبيست حيفدنا في الكنتيينرز الاسمئة الكنتيينرز بتبقى يعني ايه ااا اهو زي ما حضراتكم شايفين. بدأ ظاهر عندنا هو ماوس. حيفدنا في الجميل. احنا قلنا دلوقتي قلنا ده الايه? اللي هو ده ده اللي بنتست بيه ايه? بتاعتنا. وزي ما قلنا الدنيا كده سليمة. طب لو انا طلعت من اليوزر ده بقى. وروحت اليوزر اللي هو مشروط. وحاولت ارن نفس الكومنت. دوكر رن. هلو. ورد. تعال كده نشوف. قالك ايه? قالك cannot connect to the docker ايه? ديمين. هو اصلا الدكر ديمين شغاله ولا لأ? جميل. طب تعال نجرب بقى نقاد محمد ده في الجروب اللي اسمها ايه? اللي اسمها داكر. تعال نقود نشوف كده. نتأكد ان الجروب فعلا موجودة. ايه دي اهي? الجروب موجودة عندنا. في الاخر خالص. نتذكر. بس طبعا مفيش فيها اي حد. في الجروب بتاعتنا هيا جماعة شايفينها? اخر جروب اهي. طيب. آآ عايزين بقى نعمل ايه? عايزين ناد. هنضطر نستخدم طبعا السودو هنا. عشان نقدر ان احنا ناد. جي باسورد. عشان ناد محمد. فين? في الجروب اللي اسمها داكر. سوري. مفروض قبل محمد نكتب ماينس ايه عشان بنعمل ايه? حانس ايه? ويه ناد محمد. الباسورد بتاعتنا. كده قال لك ايه? ادن جيزر محمد وايه? تو داكر جروب. طيب تعال كده نتأكد فين? نعمل كات تاني. تأكد ان اليوزر بتاعنا بقى في الجروب. اهو. اخر سطر خالص. محمد بقى في الجروب. طيب تعال نران بقى الكومند ايه? اللي كنا بنست بيه? الداكر كده تاني. اللي كان بيحسسنا ان كاين ما فيش حاجة موجودة اصلا او حاجة نزلة. اه لها علاقة بالداكر اصلا. اهو. ايه دا? نفس ال اه نفس الارور. ليه بقى? لانه هو عامل كاشنج دا لاليوزر والباسورد دولي. محتاجين ايه? محتاجين اه نطلع من اليوزر دا خالص. ونعمل بس لوجين تاني. على كده نجرب. محمد. ويه? الباسورد. تعال كده نراني الكومند تاني. اها. شوفتوا بقى? الدنيا اشتغلت عادي كده. والراجل دا اصلا محمد طبعا مشروط. انا ما يعني شغل دلوقتي مشروط. بس الكومند ايه? اشتغل. وبكده زي ما قلت لكم تقدر ان انت تشتغل بيوزر دا هوت. عادي خالص. بس طبعا في البرودكشن انت لازم تبقى واخد بقى لك قوي مين الناس اللي في الجروب دي. لان طبعا اللي في الجروب دي ليه اكسس كامل جد اكسس كامل على الدكر. فآآ يعني برضو لازم تبقى مركز مين الناس اللي ايه? اللي هنا بس طبعا في اللاب احنا بس بنجرب وبنشوف الدنيا ايه تمشي زيزي. طيب وبعدين. طيب ما يعني نعمل بي كنتينر. نعمل فاير لكونتينر فعليا. بصوا احنا يعني دوكر ران. دا حن ايه? حنشغل كنتينر. مينس اي تي دا. يعني ايه? تاخد ايه? تي تي واي تشتغل عليه. آآآ بيز دا على الوبونتو. ماشي? وحنشغل فيها ايه? باش. بص كده. سوري. اخو بالك انا انا شغل دا منين من محمد برضو. مشروط. حيبدأ يداونلود. زي ما حضراتكم شايفين اشتغل عادي خالص. طبعا قبل ما تقد محمد دا في الجروب بتاعت الدكر كان كل الكمانز دي هتديك ايه? هتديك ارور. كعين الايه? كعين الدكر مش موجود او يقولك ان في مشكلة في مش عارف في 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 مش قادر يكون نكت على السوكت والكلام دا هوت. زي ما حضراتكم شايفين? شايف بقى كده بعد ما اخلص? انا واقف فين دلوقتي شايفين روت ات ايه? وفي كده ايه? يونيك اي دي كده هوت دا الكنتينر ايه? اللي احنا عملنا له ران. انا دلوقتي مش واقف على فكرة جوه الهوست بتاعي. انا واقف جوه الكنتينر. روت على الكنتينر بتاعي. عايزين نعمل اجزت. نطلع تاني على الايه? على اليوزر بتاعنا. طبعا احنا هناخد الكلام دا بتفاصيل اكتر بس انا ايه? بوريكم ان الدنيا ايه? اشتغلت كده هوت. وقادي اول ايه? وقادي اول الكنتينر. تعالوا بقى نروح للسنتس سيرفر عشان ننزل الدكر عليه. ادي الستنتس. طبعا انا نقلت انا كنت ا عامل الكونفيجريشن اا اه? خمسناه واثنشر ميجا طبعا دا مستحيل تشتغل على الفرجن ده هيت. خاصةا بعد الcers الي احنا نزلناها دهها. على الاقل اعيزلها اتنين جيجة عشان انت بقى شغل هذه بسرعة. فنقلتها على يعني عليه عشان اقدر ان انا اسرع العملية شوية. ادي اهه الهيحتاج تتزبط بتاحت ناك رمهام ان انتي يبقى عندك انترنت اكسس برضو. وحنروح على هنميز ما بين السينتس والاوبونتو طبعا الاوبونتو انتو كنتوا شايفين ا facil او التارمنال كلها كانت يعنى عكس اللون ده يعنى اصوده ودي بيضه فعشان اصدقيلة ده كده اللي حكاها هتبقى بتميز ما بين ايه ويحنا نشغلين يعنى احنا كده شغلينها على سنتوس. طبعا لو شايفين اللون قبيعة ده كده يبقى احنا شغلينها على سنتوس. لو شفتم اللون الاسود يبقى احنا رجعنا تاني للايه للوبنتو عشان لو الناس بدأت تطلقبط. طبعا هنا بيتم باليم. زي بالزبط. هتقول له. هنا بقى داكر مش داكر لان هما ما عندهمش اه. عالش انا شغل باليوزر العادي. هنسويتش للروت. وي هنرن بتاعنا تاني. انستول ماينس واي داكر. هيبدأ داونلود وي انستول. الباكيج. زي ما انتو شايفين. زي ما انتو شايفين. زي ما انتو شايفين اهو. بيعمل انستيليشن. ادي الداكر هوا السينتوس. بيعمل هل السيرفس بقى قامت ولا لا. هنرن الكامند. الساستم ستيال ستيتس. نشوف كده الدكر شغالة ولا لأ هتلاقي ايه مش شغالة طيب ممكن نفس الكومند بدل ما هي نخليها start مثلا اه طبعا ممكن طيب نشوف كده بقى بتاعتنا بقيت عاملة ازاي بعد ما عملنا اه كده تمام اهو زي ما حضراتكم شايفين طب تعال نشوف كده بقى اللي نزلت لنا هنا كده دكر قلنا ده بيجيب لنا وان بوينت اين بوينت او اخد بالك ده اجدد من الفرجن اللي نزلت باي ديفولت على الابونتو قبل ما نعمل احنا وصلنا في الابونتو اللي وان بوينت اين بس لو قلنا برجن عشان نشوف بقى اللي اتنين سوري انا كتبت برجن غلط تقريبا لا سوري ما فيش ما فيش ما فيش مينس في الكومند ده برجن على طول كنت كالبها صحة بس ايه شو اخد بالي اهو ادي البرجن وان بوينت ايت وان بوينت ايت للسيرفر والكلاينت والجو لانجوج فيرجن وبرضو الدكر انفو حيدينا ديتيلز عروب كده بس نوضح الامور شوية بص بقى سيفة طبعا ما فيش لسه حاجة الستوريج درايفر ديفايز مابر مختلف هناك كان ايه و اف اس لو تفتكروا تمام البرضو عايزين نبص على ال 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 الناتف برضو يبقى شغالين برضو بالليب كنتينر مش بالالكسي تمام وبرضو شوية ديتيلز عن ال ايه عن الهوست اللي احنا شغالين عليه والكارنال فيرجن تمام دكر على السينتوس ايه تعالوا بقى ايه نبدأ كده نشتغل شوية حاجات كده ايه يعني مبدئية نتعامل بيها مع كنتينرز هنشتغل هنا على البونتو هن ايه هنرن الكومن ده دكر رن كده انا برن قلنا مينس اي ده بيديني انتراكتف ايه تي تي وي اشتغل عليه هقول له عايز سينتوس ده ايه انا هنزل او هفتح هشتغل بكونتينر سينتوس جوه الايه جوه الوبونتو وي حران الايه الباش طبعا هوا بيشوفيه الاول لو 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 الامج دي موجودة اصلا لوكال طبعا مش موجودة فبيبطلع يجيبها من عليه من على الانترنت يعمل لها داونلود اللي انتو شايفينه هنا ده الايديز ده ده هنشوف بعد كده قدام كان فيه بيديك الامج دي بتبقى layers فوق بعض فكل واحدة من دول layer معينة بيتعمل لهم combine مع بعض عشان يديك الايه ال ال container على بعضها فهنا بيوريك الايه layer 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 وهي ايه وهي بتنزل وزي ما قلنا طبعا انت بتتكلم على حوالي سبعين ميجا سبعين ميجا ده طبعا يعني سينتوس بس حاجة ايه يعني light جدا بالنسبة لل application زي ما قلنا هيحس ان هو كانه سيرفر سينتوس موجود لكن طبعا من غير يعني بالحد الادنى زي ما بيقولوا في كل حاجة برضو عايزين ناخد بالنا هنا من حاجة انا هنا قلت له ايه قلت له انا عايز سينتوس لو تاخد بالك هنا هو عامل ايه سينتوس وي جاب الايه ليتست هنشوف بعد كده بقى الليبلز ده هيت بتفرق يعني انت ممكن تنزل يعني ممكن يبقى فيه على الهب كزا حاجة اهو خلص خلص ده اهو تمام كده انا دلوقتي اهو واقف جوه الايه جوه الكونتينر زي ما قلنا خبلك فرق بقى ما بين الايه هنا انا كنت ايه محمد ات وده ايه الهوست بتاعي دلوقتي انا دخلت ات ايه الاي دي ده يونيك اي دي خاص بالايه بالكونتينر بتاعتي ده هيت هبتعينا كده نشوف كده ايه طيب تعالى كده نرن مسلا نعمل بينج مسلا لديه النقاس مسلا بتاع جوجل اه تمام يعمل بينج عادي جدا طيب مسلا نشوف ايه الكمانز اللي شغالة هنا جوه الكونتينر بتاعنا مسلا طبعا الباش والبي اس طيب مسلا نشوف ايه الكونفيجريشن بتاعت الهوست او اله اله الكونتينر ده تعالى نشوف كده خد بالك بص اله هتلاقي ايه اله ده الاي بي وده الاي دي بص هتلاقي ده هتلاقي ده سوري ده كده هو هو ايه هو هو اات كذا 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 البرامبت بتاعتي ده بيبقى يونيك وده الاي اي بيوت ام طبعا اه ام لو انت ج mulheres على اله الao هنا هتلاقيه ايه بيقول لك ايه بيقول لك ان هي وبونتو تمام لكن انا فعاليا كوة عايز بقى انت تشوف الموضوع ده بص مسلا كده لو جينا مسلا هنا عالا نشوف الفايل ده هو حاسس ان هي ايه صحيح ده تكست فايل طيب تعالى نجرب ايه ايه احنا مفروض مفروض هنا نشتغل باليام ما نشتغلش بالابت جيت مسلا طيب تعالى نجرب كده لو قلنا له ابت جيت مسلا ابديت حيقول لنا ايه بص كومان نوت فاونت يبقى هو فعلا حاسس ان هو شغال ايه شغال على سنتوس طيب تعالى بقى نجرب كده يام تشيك ابديت تمام بص هو بيه يبقى يبقى فعلا هو هو مش عمليت حاسس هو فعلا جوه ايه كونتينر سنتوس ويه بيتعامل كأنه لينوكس كامل سنتوس بكل الكومانس بتاعته بكل الحاجات بس طبعا زي ما قلنا هتلاقي كومانس كتيرا مش موجودة حتى من الحاجات اللي انت متعود عليها اللي انت محتاجه هتنزلو على قد الايه على قد الحاجة اللي حتران جوه الايه جوه الكونتينر دا زي ما قلنا الفكرة بتاعت الدوكر والكونتينرز ان انت انت عايز توصل لأبليكيشن خلاص شوفوا الأبليكيشن محتاجة ايه هتحط الحاجات اللي الأبليكيشن محتاجها بس ننفذ الأمر عادي جدا وإحنا دلوقتي لو عملنا كريات الفايل مثلا خلاص عشان نشوف الحاجة هنعمل فايل مثلا تاست مثلا داكر او عادي الفايل اصلا حتى مش موجود طيب تعال ننزلو ننزلو عادي جدا كأنك بتاع كأنك شغال على فعلا آآ بتنستول اللي انت عايزه زي ما انتو شايفين هادي بيعمل الستورينج للباكتجز اللي هو عمل لها دا من لوت تمام خلاص كده قالك كومبيت طب نران بقى الكوموند بتاعنا دا تاني اه تمام مشتغل اهو تعال نكتب فيه اي حاجة تاكست داكر مسلا وهنعمله سيف تمام تعال نتأكد ان الحاجة تعمل لها سيف في الفايل اهو ادي الفايل بتاعنا طيب لو بقى احنا طلعنا من الكنتينر يعني كنترول دي مسلا او عملنا اجزت خلاص رجعت تاني للايه للبرومبت بتاعت الهوست بتاعتي او للشال بتاعت الايه الهوست اللي انا كنت اشغال عليه طب هل بقى الفايل دا كده راح مسلا او الحاجة دي موجودة ولا مش موجودة طيب نشوف الدنيا الحاجة دي فين كومند مهم جدا هنحتاجه كتير اللي هو داكر بي اس يقولك لو في اي كونتينر رانينج ولو زوت على الكومند يديك بقى كل الكنتينرز اللي كانت موجودة واللي كانت شغالة ومن امتى زي ما انتو شايفين كان ادي السانتوس دي كانت من 14 دقيقة وليسة خارج منها من اقل من دقيقة والهلوور دي اللي كنا بنتست بيها كريتت من 51 مينت وخرجنا منها من 51 مينت وبيديك لكل كونتينر من دول الاي دي بتاعها زي ما انتو شايفين هنا هوت كده ويبيبقى كمان في ايه نيم لها النامز دي بتبقى يعني راندم طيب فين بقى الفايل بتاعي التست فايل اللي انا عملته دا طيب خد بلك كده من اله من هنا الاي دي دا الاي دي دا بص اهو مش هي دي الكنتينر بتاعتنا طيب هنعمل ايه تعالى كده اروح هنا في الباس دا هوت الاس سوري ماينس ال وحنروح على الvar lab bar library docker docker جوه الاف اس جوه الديف بص كده بص كده هتلاقي بص عشان الريزل طلع يعني مش واضحة فاية هعمل هعمل اللي هو واستخدم الجراب عشان احط الاي دي بتاعي الكنتينر بتاعي بص تاني عشان بص ايه الناس اه انا كده لو حطيت بلاش لو حطيت هنا حتى انا بداية الايه بداية يعني فيه فيه واحدة من دول فيه فيه الفايلز بتاعتي دي الكونتينر بتاعتي من جوه لو انا جت كده وقلت له كمان عايز اوصل للفايل نفسه اهو انا كملت كده وحقول له حقيقي ادي الفايل بتاعنا لو جيت هنا انا وقلت له كات على الكلام ده هتلاقي الكلام اللي احنا كنا كتبينه في الفايل بالزبط اهو يبقى هنا الحاجة متخزنة يبقى انا حتى لو الكونتينر عملت منها اجزت الحاجة بتفضل موجودة ما بتروحش ودي حاجة مهمة جدا طبعا عشان ادي تبتت تحتك تفضل موجودة في كل الحالات طيب ده كده منين من الهوست طب لو انا عايز بقى اشغل الكونتينر تاني هقول له داكر ستارت وهحط الاي دي اللي قلنا اليونيك اي دي بتاعي الكونتينر تمام كده الكونتينر مفروض ان هي اشتغلت لو انا جيت عايز اشوفها داكر بي اس اهو خد بالك اهي بقيت ايه شغلها بقى لها تسعة سواني طب عايز بقى انا ايه اخش جواه هقول له داكر اتاتش ودي له برضو الايه الاي دي حيدخلني بقى جوه جوه الكونتينر دلوقتي اي دي انا هو زي ما انتم شايفين جوه الايه بقى روت ات الاي دي بتاع الايه بتاع الكونتينر طب نعمل كده للفايل اللي احنا كنا عليه اللي احنا شفنا من بره تمب ودي اهو تست داكر زي ما انتم شايفين نفس الايه الكونتينت بتاعت الفايل بكده يبقى خلصن احنا الجزء دا اه ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم بقى على ايه على المكونات بقى الاساسية للدوكير نفسها الكونتينر والامجز والهب والكلام ده هو تنشوف كده ايه هي الدنيا هتشتغل ازاي بقى شكرا جزيلا لوقتكم